متابعة الإمام سائل يقول نرى كثير من الناس لا يتابعون الإمام يسابقونه أو يساوونه هذا مذموم ومنهيون عنه شرعا ومخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذه الأحكام من عند الله تبارك وتعالى فكما جاء في الصحيحين ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله عز وجل رأسه ورأس حما نسأل الله العافية الذي يتعمد أن يرفع من الركوب أو من السجود أو ينزل لهما أيضا يهوي إلى الركوب أو يهوي إلى السجود مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا تبطل صلاته عند أكثر أهل العلم إلا إذا سابقه في الإحرام أو في السلام ما عد ذلك إنما يحرم أو يكره على حسب درجة المخالفة إما تارة يصل إلى الحرمة وتارة يصل إلى الكراهة فقط ولكن لا تبطل به الصلاة تبطل الصلاة بمسابقته في الإحرام أو في السلام وعلى كل هي مسابقة منهي عنها بشكل عام بعضها قد يصل إلى بطران الصلاة بعضها يصل إلى الحرمة بعضها يصل إلى الكراهة فهي مذمومة بشكل عام وكذلك الحال بالنسبة للمساوات لا ينبغي أن تساوي إمامك وإنما تتابعه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا إذا ركع فركع يعني ركوعكم يكون بعض ركوع وإذا سجد فاستجد وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك إلى آخر ما في الحديث فالمتابعة هي المأمور بها المساوات مذمومة والمسابقة مذمومة باب أولاء نعم فعل الإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر لا تنزل لركن حتى تعلم أن إمامك قد تمكن من ذلك الركن وقد كانت صحابة رضوان الله عليهم يبقون قيام بعد رفعهم من الركن لا يهوي أحد منهم إلى السجود حتى يرى جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقرت في الأرض يعني استوى ساجدا عندئذ ينزلون إلى السجود وهكذا قس عليه بقية الأركام الأخرى لا يشرعون في ركن حتى يتيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من ذلك الركن كي يحصل لهم المتابعة يكون كل فعل بعد فعل الإمام يعني وليس بالفاصل الطويل وإنما إذا تمكن من الركن إركعا إذا تمكن من السجود إسجد إذا رفع فارفع وهكذا ليس أن تبقى حتى يشرع في ركن آخر كي تأتي أنت بهذا الركن ولكن ليس أيضا بأن تساويه وأحرى أن تسابقه ترجمة نانسي قنقر